نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة وأوضح المركز الإعلامي نقلا عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية مؤكدا أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة وتعتمد على إرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين